أدنى المرصد العربي لحقوق الإنسان أوامر الإخلاء القصرية التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رفح الفلسطينية وجنوب خان يونس في جنوب قطاع غزة وحصر مئات الألاف من المدنيين في نطاق كغرافي محدود يجرى تقليصه باستمرار واستهدافه بشكل متعمد ومباشر كما أدنى أيضا المرصد العربي التصعيد الإسرائيلي والإسرار على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية مشيرا إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي فيما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة المواصل المرة الثانية خلال أقل من أسبوع يعد وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء مجددا دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر